كم مرة بطلق؟ مرة كم مرة مزوج؟ مرة واحدة وسبب الطلاق؟ تليفون نعم تليفون قبل ما تكملوا، شتركوا هلا بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب وما تنسوا شغلوا الجرس عن الزواج والطلاق أي تجربة بتكون معلمة أكتر عند الرجل في تجربة الزواج أو تجربة الطلاق؟ طلاق بعد 12 سنة زواج كان فيه أولاد؟ فيه أولق صبي وبناء كم مرة بطلق؟ مرة وكم مرة مزوج؟ مرة واحدة بعد كم سنة من الزواج وقع الطلاق؟ 12 سنة بعد 12 سنة زواج وسبب الطلاق؟ تليفون نعم تليفون التليفون صار إخد أهميات الرجال بالبيت أي حادثة، أيمتن، وكيف قلت له أنت طالب؟ بعد الخيار، يا أنا يا تليفون خيارت زوجتك؟ يا أنا يا تليفون ما اختارت؟ التليفون الرجل لما يحط نفسه بمرتبة التليفون معرفة التليفون وبتلاقي التليفون بإيدها ما بينشال من إيدها وأنت عندها ملتزمات قدامك وبتأثر اتجاهك شو بدك أنت تكون لما توصل من البيت شو بدك؟ يعني غراضك تكون جاهزة بقى تفوت الحمام بدك تجهز حالك شو خصة بالحمام هي؟ شو شو خصة؟ الإمرأة قال له شو بالبيت؟ أراد تجهز له غراضه؟ ما بدي عارف يجهز غراضه الرجال؟ يا أخي تيابك ما بدا تحطي لك يوم بالحمام؟ لقمة أكلك ما بدا تاكلها ما بدا تجي على البيتك لأيها بقى بالبيت؟ سؤال إذا أنت وصلت على البيت حضرت تياب الحمام؟ اه؟ شو بصير؟ هاي دي ما بنواج بيتي بنواج بيتي هي تحضرهم تيابك؟ اه؟ هي بتحضر لك يوم؟ لكن الزوجة تعريف الزوجة شو بالنسبة لك؟ هي شركة حياة الرجال الأصل تجي تحممه وتجهز له غراضه أنت مع كل النهار بشغلك بالمقابل هي أيضا كل النهار مع الولاد وبيه إذا منا إمرأة عاملة خارج المنزل هي إمرأة عاملة داخل المنزل صح يعني بتهتم بولادة بدرس ولادة بإمتعجات ولادة صح 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 وتعطى الهم زوجة لما بدو يرجع لكن إيه؟ إذا ما في إعتاق ما في إنت عم تقولها لأنه تعتى الهم جوزة لما بدو يرجع إيه؟ طب إذا هذا ما في منه؟ برأيك ليش المرأة لما جوزة بيرجع ما بتكون عم تهتم فيه؟ مشغولي بالتليفون مشغولي بالتليفون طيب سؤال شو اللي بيخلي المرأة يصير التليفون أولوية على حساب زوجة؟ آه سؤال صعب هذا صعب صعب لأنه أنا ما فيني جاوبة كلي بس أنا بدي أسألك بتكون المشل المشكل بالتليفون؟ أو عذراً المشكل بزوجة؟ لا بالتليفون أكيد بس إذا هي عم تشعر أنه تليفون أولوية؟ يعني المشكل؟ تليفون لا يعني المشكل زوجة ليش بدي يكون زوجة؟ يمكن عم بتعيش مع زوجة فراغ عم بيعبيه لأيات تليفون ما بشك بي هذا الموضوع لأنه واجبات المنزلية أنا عم أقدمها شي يعني؟ مصاري عيشتها بقلب البيت علاقة جنسية ما كنت أقصر ليش بدي يكون التليفون قبدا مني؟ برأيك بين هيدول اللي أنت سميتهم كلهم احتياجاتها المادية احتياجاتها الجنسية بيقلك شو الأولوية عند المرأة؟ الأولوية الجنسية؟ مين قل لك؟ أنا عم أقل لك المرأة لما بتسألها أول شي بتقلك الاهتمام والعاطفة هذا كله موضوع؟ والاحترام ايه أكيد كيف الاحترام بتكون لما الرجل بفوت على البيت بيقلك حضريني احتياب حمامة وحممينة وطعمينة وشيل التليفون من إيدك ويا أنا ويا التليفون يا بترجع عن بيت أهلك؟ اليوم الرجال لما بديجي على بيته بدي يعد هو مرته؟ شو بدك انت لما ترجع عبيتك شو من واجبات المرأة لازم تعمل؟ واجبات المرأة؟ ايه تحتم بالرجال والرجال يحتم فيها أعطيني أي ساعة بتوصل على البيت؟ بوصل الساعة تسعة تسعة وخمسة بدي يفوت على الحمام بدي يتحمم مطلوب يكونوا طيابي جاهزين بالحمام هلأ هون كرم أخلاق مننا إذا اتحممني أما لا شو هي هاي ده؟ كرم أخلاق مننا إنه شو؟ اتحممني بدي اطلع بدي لقمة أكل جاهزة لأكلها بس سؤال كيف بدها تحممك وتسخلك أكلاتك بعد شوي؟ تساعدها بجاهز أنا وياها الأكل ومنحطه بدي يتعشي أنا وياها لكن إذا هي ما حممتك بتكون لازم هي دورة جاهز لأكل صح وإذا حممتك بتساعدها ايه أكيد شو مكافأة يعني؟ ايه؟ بترديل أو كرم أخلاق منك خلصت العشرة شو ما تطلب مننا؟ نقدم نصهر بيصير فيه يعني الواحد بيقعد هو مرته هاي أي ساعة؟ يخيه على العشرة عشرة خلصت عشرة حكيت تحممت وتعشيت وحكيت معه وفتنمت صح هي هون مسكت تليفونة عم بتشوف الأخبار عم تقرأ بتفوت على فيسبوك بتفوت على انستجرام مواقع التواصل اجتماعي بتحكي مع أصحابها بتشوف شو عم بيصير بتشوف النوتيكاش تحضر حلقة أحمر بالخط العريب مفروض ممنوع ممنوع تقعد على تليفون بالليلة يقعد معك بالتخذ؟ ممنوع تقعد تشوف تليفونة ما عاملت وش بيتها معك؟ طب والحياة الزوجية يوان بدأ تروح لما تفوت انت وياها عاتخذ شو بده يصير؟ إذا هي كل يوم هدأ استبداد؟ لا ممنوع استبداد طيب إذا هي اليوم ما طالع عبالة؟ هي اليوم ما بدأ تعمل أي علاقة مع زوجة؟ أوكي ما في مشكلة ما في مشكلة كل واحد بنام أوكي بتنام وإذا بدأ تقعد على تليفونة؟ طب ليش بدأ تقعد على تليفونة؟ إذا عم تحكي مع صديقاتها؟ ما في صديقاتها مين قالك؟ هي ممنوع يكون عندها صديقات كمان؟ إنه إذا جوزة نايم حدها بتاخد هو جوزة هو الأساس ممنوع لا صديقاتها ممنوع أخبار ممنوع شيء بتسكر تليفونة وبتنطر لتنام هيك لا هذا وإذا ما أجيها النوم؟ وممنوع تستعمل تليفونة؟ بيصهر معها ما هو نايم؟ هون السؤال برأيك ليش ما بدي تسهر مع زوجها؟ ليش؟ ليش؟ ما بفهم بسأل؟ شو اللي بيخال المرأة ما تسهر مع زوجها؟ ما يكون بدي تسهر مع زوجها؟ بكون في زعل بين اتنان؟ يعني بكون في نفور؟ أه طيب إذا هي عندها نفور هو بدو إياها تواعي وتسهر معها المشكل فيه هو مش المرأة هي الزعلانة مش هو الزعلان صح؟ إن هي ما عم بتفاية أكل أنه هي زعلانة إن هي أخذ ع خطرة يعني هي مش مبسوطة من الزواج يعني هي مش مبسوطة من هذا الرجل يعني هيدا الرجل اللي أخذته يمكن عن حب خيب لأماله مش هارد وهيدا الرجل اللي أخذته عن حب خيّره قالا يا أنت يا التليفون؟ أه سؤال لما خيّرتك يا أنا يا التليفون ضميرياً شو توقعت يكون جوابها؟ خد متوقع أنه أنا ولما نقت التليفون؟ وقت الوعى كثرت لك رجولتك؟ ليش عم تعرف؟ هيدا هيك التليفون طلع قده لما واقع الطلاق الأطفال مع مين راحوا؟ معي ليش حرمتها من أولادها؟ ما حرمت من أولادها لكين؟ لأنه بدأت تتزوج أنا اللي حضنه لو هي بدأ الولاد تعطيها إيه هون؟ إذا كانت من الحالة إيه؟ حقاً ضيعت يا زياد يعني بلحظة كنت الرجل الشرقي يلي السيد يلي بده يحط مرته بقلب علبة بالمقلب الآخر قلتلي إذا هي كان بده حضانة أطفالها وهي ما تزوجت بعطيها الأطفال ضيعتني المشاهدين على هاشتاق أحمر بالخط العريض عم بيقولوا هيك أو هيك؟ هيك يمكن يقولوا للأب يلي فيك لايك والرجل الزوج يلي فيك ماذا تفور لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب